مركز ويلث للتدريب يرحب بكم اليوم سنتحدث عن النمط الثاني من الشموع اليابانية الفردية وهو نمط ماروبوزو يكون فيه جسد الشمعة لا يصاحبه اي فتيل ويدل على ان السعر لم يتذبذب وله حركة مستمرة كانت في صعود او نزول اما المحللون فيرون ان ظهور الماروبوزو الاخضر اي الصاعد بشكل مستمر يعني صعودا مستمرا للسعر اما ان ظهر الماروبوزو الاحمر الهابط بشكل مستمر فهذا يعني هبوطا مستمر وفي الفيديو القادم سنتحدث عن النمط الثالث من الشموع اليابانية الفردية وهي شمعة الدوجي مركز ويلث للتدريب يتمنى لكم تداولا موفق